تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى منجز أخبار الآن قالت مصادر أمنية إن القوات العراقية سيطرت على حق لي باي حسن وأفانا النفطيين شمال غربي كاركوك بعد انسحاب مقاتلي قوات البيشمارك الكردية من المنطقة ويأتي تقدم القوات الحكومية العراقية في إطار عملية أمر ينفذها أمر بتنفيذها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستعادة السيطرة على مناطق متنازع عليها أعلن الرئيس الفلبيني استعادة مدينة ماراوي بالكامل من التنظيمات الإرهابية أذا وكان قائد القوات المسلحة في الفلبين أعلن يوم أمس الأثنين أن الجيش سيسيطر على مدينة ماراوي في جنوب البلاد بعد قتل إثنين من أبرز قادة المتشددين في تنظيم إرهابي موالا لداعش يتعرض معسكر كبير للشرطة في جارديس جنوب شرق أفغانستان لهجوم من قبل مسلحي جماعة طالبان اقتحموا المكان بعد أن فجروا عربة أو عربتين مفخختين وفدت وكالة الأنباء الفرنسية بأن حصيلة الهجوم الأولية هي 15 قتيلا على الأقل وأكثر من 40 جريح أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسألة إلغاء الاتفاق النووي الإيراني أمر محتمل جدا وكان ترامب في خطاب عنيف يوم الجمعة الماضي رفض الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي فقد نحو 40 شخصا إثرى غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل الشمالية لهايتي وأنقذت فرق البحث 9 أشخاص حتى الآن من مياه البحر قبالة سواحل جزيرة لا تورتو بحسب ما أعلنت وكالة الطوارئ المدنية افتتحت محطة الهيدروجين الأولى في دولة الإمارات العربية المنتحدة والتي ستستخدمها مركبات خلايا الوقود الكهربائية بهدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وستتيح محطة الهيدروجين الجديدة فرصة نشر عدد أكبر من السيارات الكهربائية العاملة على خلايا الوقود يستعد القيصر كظم الساهر لإحياء الحفل الغنائي للنسخة الثانية من تحدي القراءة العربي على مسرح أوبيرا دبي يوم غد الأربعاء ويعد تحدي القراءة العربي المشروع الثقافي والمعرفي الأكبر من نوع حربيا ومن المتوقع يتم إعلان الفائزين في الحفل بإجمالي جوائز تقدر بثلاثة ملايين دولار أطلقت شركة هواوي العالمية هاتفيها ميت 10 وميت 10 برو الذين يتميزان باحتوائهما على معالج كيرن 970 الذي يعد الأول من نوعها المزود بالذكاء الاصطناعي نهاية الموجز في أمان الله شكرا على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سابسكرايب إن تم الإعجاب بذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك اشتركوا في القناة